موسيقى مساء الخير عصر الانفجارات في سوريا يسابق العملية السياسية وصوت الارهاب يعلو على صوت ديبلوماسية كوفي أنان وسيرجيلا فروف من دون ان يخمض الحركة التي استأنفها الموفد الدولي بارسال البعتة الفنية الى سوريا ومع وصول بعتة أنان الفنية الى دمشق كانت مداخل العاصمة السورية على موعد آخر مع اعنف اشتباكات على ابواب الشام اذ افيد عن اصوات انفجارات وتبادل لاطلاق النار بين عملية تبناها الجيش السوري الحر معلنا وقوع اصابات في صفوف جيش النظام بينهم ثمانية عشر جريحا في المزة وقال مرتضى رشيد المتحدث باسم مجلس قيادة الثورة في دمشق ان هذه العمليات تسهم في حجز قوات كبيرة من النظام في العاصمة لتخفيف الضغط عن المناطق المحاصرة لكن السلطات تعاملت مع هذه المجموعات على انها صنف ارهابي تتخذ من المنازل اوكارا لها وتستعمل القنابل وقضائف الاربي جي والاسلحة الرشاشة ضد النظام خطة الجيش الحر على مقربة من القصر الرئاسي لم تحقق هدفها فقوات النظام لم تشغل او تشغل عن العملية العسكرية في بقية المدن وبلغت المواجهات مسقط رأس العقيد رياض الاسعد في جبل الزاوية ومنها الى شيخون فادلب ثم قرى في حلب وحي كرم الشامي في حمص وصولا الى جسي المحاذية مع لبنان كلها مدن ساخنة استقبلت الوفد الفني الدولي الذي سيسعى لوقف لاطلاق النار على ان تكون زيارة انان الثانية الى دمشق رهنا بنتائج اعمال بعثته الفنية وترحيبا بالبعثة اعلن اسطول البحر الاسود الروسي ان الناقلة ايمان وسفينة الاستكشاف اكفاتار وصلتا الى السواحل السورية في طرطوس وعلى متنها مجموعة مكافحة الارهاب وكتيبة انزال بحري اقتحامية تابعة للواء مشاة البحرية تلك عينة عسكرية متواضعة من الاسطول الروسي تعوض مرحليا الشغور الدبلوماسية الراهن لسيرجيل افراف الذي يترك فرصة العمل لكوفي انان علما ان الطرفين على الخطى نفسها ويتشاركان في الافكار عينها فيما خص الحل السياسي للازمة السورية واليوم وجهت روسيا دعوة الى سوريا للموافقة فورا على طلب اللجنة الدولية التابعة للصليب الاحمر اعلان هدنة يومية تسمح بالوصول الى الجرح والمدنيين الذين يتعين نقلهم وقد جاء ذلك في خلال استقبال لافراف رئيس اللجنة الدولية جاكوب كالنبرغر في لبنان لا ازمة بل ازمات غذائية ارتفعت فوق التساجل السياسي وقفزت عن كل الاحداث فالبضاعة السياسية الفاسدة اتضح ان خطرها اهون من بضائع الفساد التي تتهاوى كاحجار الدومينو فبعد اللحمة السمك وبعد فمار البحرية السكاكر تليها العلكة والشواطئ ومحيط الكرة باتت مسرحا لرمي اطنان من المواد الفاسدة على قاعدة التخلص منها ولا من شيف ولا من دري لكن هناك من اكل والامعاء التي تطحن اليوم مهددة غدا بالآثار السلبية وهو ما استدعى استنفارا لدى الدوائر والسلطات المعنية لمعالجة ذيول هذه الازمة